برأيهم النساء اللي ضد هذه الفكرة يقولون لك أنه بالعكس إحنا إذا كنا موجودين في منطقة صناعة القرار حندعم القرار اللي حيهدف لتحرير المرأة أو تطوير وضعها يعني أنا ما أحب كلمة تحرير المرأة لأن المرأة ما هي مستعبدة المرأة ينقصها بعض الحقوق ولكن ليست مستعبدة فكلمة تحرير هذه شوية في ظل الوضع يعني إذا عملية جراحية ما تقدر تسويها ما عليش بس يعني كلمة تحرير هي المرأة ينقصها بعض الحقوق حتى الرجل السعودي ينقصها طب ليش لا ترضى على كلمة تحرير حلوة يعني هي إذا أنا ما أحب عشانهم رابطينها بتفسخ الأخلاق يعني ما هو مشارك رابطينها بس يعني إحنا نطالب بحقوق محددة حتى الرجل السعودي يعني أنت تطالب بأسقار الولاية عن المرأة صح؟ أطالب أسقار إذن تحريرها من قيود الولي ممكن تكون كذا بس اللي أنا أقصد أنه حتى الرجل السعودي تنقصها بعض الحقوق يعني هي مي بالمسألة فقط المرأة يعني المرأة والرجل كلهم يجب أن يعني كلهم حقوق أعلى من ما هو يمارس الآن فهي المرأة والرجل كلهم يتشاركون في موضوع الحقوق لكن لما أنا أقول تحرير المرأة حطيتها كأنها معركة بين الرجل والمرأة لا ممكن تحريرها من القوانين تحريرها من القوانين أيوة تحريرها من القوانين أو تغيير القوانين لمصلحتها يعني في رجال معهم الحكم الوصاية وهم أصلا رافضين هذه الوصاية أي قصة فإذن هي تغيير النظام أو تغيير الأنظمة في الدولة لمصلحة أن يكون المرأة مواطنة كاملة الأهلية هذا هو كل المطلق وحتى هذه اللحظة المواطنة السعودية ناقصت ناقصت الأهلية طبعا في أشياء كثيرة مع أنها يعني على قول أكاديميا متفوقة وصلت لأعلى المراكز وصلت لوكيل وزارة ولكن لا زالت ناقصة الأهلية يعني أنا وشتون أحط مرأة وكيلة وزارة في وزارة معينة وبعدين أجي أقول بس ترى على فكرة ما تقدرين ترحين تحضرين مؤتمر لازم وكيلك أو وليك أو كذا يروح حط لك في أبشر سماح بالسفر أو أحط أبتعث مجموعة بنات بره بس إذا وليك قرر أن يرجعك ترم حقا أن يرجعك وحصلت كثير لمبتعثات في نصف بعثتهم قرر الولي غير رأيها أو توفى الولي الأصلي وجوالي بعده الورثة يعني الأخ معارض مثلا ذهابها لدى فإذن هذه الأشياء دائما لما نتكلم عن حقوق يقولون لنا المرأة وصت صح المرأة وصت وهذا مجهود ذاتي كون أن المرأة وصلت من المراحل بدكتوراه ومصر الراحل هذا مجهود ذاتي ودراسة منها هي الآن نبغى قوانين تخدمها وتخليها تمارس حياتها بطريقة طبيعية